السلام عليكم أعزائي المشاهدين أجواء دافع خلال فترة النهار مع رياع شمالية غربية خفيفة إلى معتد سرعة تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى ثلاثين كلمتر في الساعة ولكن الأجواء الباردة مستمرة معانا خلال فترة الليل وقد تصل درجات الحرارة إلى تسع درجة ميوية خاصة على المناطق البرية تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت أجواء صافية مع رياع شمالية غربية سرعتها ستة وعشرين كلمتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 22 درجة ميوية وطوبة نسبية متدنية نوعا ما و 31% رؤية الافقية جيدة نوعا ما 7 كيل وصورة الغمار الصناعية توضح السمى صافية وخالية من السحب نتيجة امتداد مرتفع جوي قادم من شمال غرب شبل جزيرة العربية وراح يستمر معانا حتى مساء يوم الأربعاء الليلة أجواء نباردة مع رياع شمالية غربية خفيفة إلى معتد سرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كلمتر في الساعة درجات الحرارة توقع المناطق الغربية 10 درجات ميوية على السالمي والشقاية ولكن الإحساس بالبرودة قد يصل إلى 7 درجات ميوية درجات الحرارة توقع المناطق الساحلية ما بين 10 إلى 14 درجة ميوية مع بداية ساعات الصباح الأولى الأجواء الباردة مستمرة معانا مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى معتد سرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كلمتر في الساعة درجات الحرارة توقع المناطق الغربية ما بين 10 إلى 12 درجة ميوية باتر الظهر أجواء مشمسة وجميلة ممارسة أي نشاط خارجي مع استمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى متدد سرعة تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى ثلاثين كلمتر الساعة درجات الحرارة متوقعة على مدينة الكويت 23 درجة معوية لحمدي 21 درجة معوية بالنسبة لمناطق الغربية السالم والشقاية 23 درجة معوية في مساء الغد عودة للأجواء الباردة مرة أخرى مع استمرار للرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة للتجاه ودرجات الحرارة ستكون متفاوتة ما بين 9 إلى 14 درجة معوية ننصح لمرتدي البار والمخيمات أنه يثقلون باللبس بسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله خفيفة إلى معتد المود وارتفاع المود من 2 إلى 4 تغدام المد الأول إن شاء الله في الساعة الثامنة 59 دقيقة مساء المد الثاني في الساعة 11 و29 الظهر أما بالنسبة للجزر الأول في الساعة الخامسة ودقيقة صباحا الجزر الثاني في الساعة الرابعة وستة واربعين دقيقة مساء المواقع بإذن الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعدة دان الفجر في الساعة الرابعة وخمسة ثلاثين دقيقة وشروق الشمس في الساعة الخامسة واربعة وخمسين دقيقة أما بالنسبة للغروب الشمس في الساعة الخامسة وثمانية وخمسين دقيقة طقس المتوقع خلال خمسة أيام القادمة على مدينة الكويت إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثة أجواء مشمسة وصافية مع رياع شمالية غربية سرعتها 35 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة ميوية بالنسبة للصغرى 26 درجة ميوية ابتداء من يوم الأربعاء مع دخول من خفض الجوي تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتازة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة ارتفاع نسبي في درجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 26 وأيضا 27 درجة ميوية بالنسبة للصغرى 13 درجة ميوية استمرار الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة إلى معتازة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة تظهر بعض السحب العالي ومتفرقة ابتداء من يوم الخميس والعظمى المتوقعة 26 درجة ميوية بالنسبة للصغرى 14 درجة ميوية ابتداء من يوم الجمعة فرصة لأمطار متفرقة خفيفة وأيضا استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتازة سرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية بالنسبة للصغرى 14 درجة مئوية ابتداء من يوم السبت أيضا استمرار للرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة إلى معساة السرعة قد تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية أما بالنسبة للصغرى 17 درجة مئوية أعزاء المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم